الحقيقة امبارح باركت النادي الزمالك فوزه بطولة الباسكت عن جدارة استحقاق واشدت كمان بالادارة وا 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 استحقه لكن اشدت في نفس التوقيت بل استاذ محمد مصلحي رئيس نادي التحادسة كندري وانا يعني استاذ محمد صلحي من الاصدقاء المقربين جدا لقلبي يعني وانا عرفت من الوسط الرياضية لانه هذا الرجل غير تماما من شكل نادي الاتحاد وانا الكلام ده قلتهوله على الخاص وبقولهوله قدام مصر كلها لانه حتى اللعيب يعني ازعلان عشانه يعني ازعلان عشان محمد مصلحي انه عمل كل حاجة بصوا حضراتكم وطبعا صعبان علي له انه هو عمل كل شيء كل شيء ممكن يتعامل عشان نادي الاتحاد في الكورة وعشان نادي الاتحاد في الباسكت وعشان نادي الاتحاد في الطائرة وعشان نادي الاتحاد الاجتماعي وعشان نادي الاتحاد بشكله وجماهريته وكل حاجة يعني هو شايل على عصابه بيحضر التدريبات وبيحضر المباريات والمعسكرات وبيسافر يعني وكأنه هو يعني هو مش كأنه هو فعل قبل رؤية النادي التحالسة كندري حمد مصرحي ده بجد يعني فأنا وكتبت له كتبت له هون على نفسك انت رئيس تاريخ النادي التحالسة كندري وانت واحد من افضل رؤساء الاندية في مصر الحقيقة رجل محترم شديد الاحترام والله ولا تجمعني به الا علاقة المودة والمحبة والاحترام والتقدير فبس قد ايه هذا الانتماء وقد ايه هذا الحب وقد ايه ارتباطه بنادي التحالسة كندري يعني الحقيقة انا بحب الشخصيات النقية النظيفة دي وبرضه بدون ضوضاء وبدون ازعاج وتحامل على يعني صعابه وعلى الامه وحضر مراسم التسليم مع دكتور مجدى بوفريخة رئيس اتحاد المصري لكرة السلة للمرة الالف ببارك نادي الزمالك وللمرة الالف كمان بقول لنادي تحالسة كندري على المستوى الاجتماعي النادي بقى تحفى النادي الجديد مع التطورات اللي في النادي القديم اه 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 اتحاد الفولي في سيمي فاينال الفولي الكورة الحمد لله ماشين بشكل كويس او كانوا بيعانوا من الاستراع من اجل البقاء الباسكت ثانية بثانية مع نادي الاتحادسة كان دائم مع نادي زمالك النادي كبير وقوي جدا فوجبه التحية والشكر ليه والتهنئة على مجهوده على مدار العام ده كمان بيخليني ابارك وهني دكتور مجدى بوفريخة والتحاد كرة السلة بالكامل وخلينا ناخد نموذك طيب نقدر نشغل من خلال مين اللي كان نقدر يلعب خمس ماتشاط ما بين اهلي وزمالك في عشر تيام عملها مجدى بوفريخة او دكتور مجدى بوفريخة او يعمل خمس ماتشاط مولعة ما بين الزمالك والاتحاد فاقل من سبع تمن تيام عملها دكتور مجدى بوفريخة مين اللي كان يقدر يغير شكل الدوري انا كان دوري بيعمله دورة مجمعة ولي بيطلع الاول وخلاص لا ده عمل لك دور الاول الدور المرتبط وبعدين بعد دور المرتبط المجموعات وبعدين بيطلع من واحد لحد ستة الاول مع السادس التاني مع الرابع التالت مش عارف مع وعمل لك هيسة وحدوتة وخد من النظام الامريكاني وعملوا في مصر فعمل نجاحات كبيرة جدا فهذه الوجهة بنحييها وهذا الفكر ما انت غير يا اخي بيخلى عندك فكر كده وبعدين لما حصلت ازمة الزمالك والاهلي والدنيا كلها والحدوتة ومش هيقدر لك المباراة وللنادي الاهلي واللعبة مش عارف ايه وقرارات ايه ده ما فاتش 24 ساعة ما فاتش 24 ساعة طالما فيه لايحة طالما فيه نظام طالما فيه دستور يبقى فيه نجاح وده اللي عملوا اتحاد الباسكت الحقيقة ده اللي عملوا اتحاد الباسكت وده النجاح انا افخر ان الدكتور ماجد زميلي دكتور ماجد زميلي من اولى اعدادي وحتى هذه اللحظة الحمد لله لا نفترق يعني فهو ده الفكر الجميل المحترق